في الاذقية دمرت قواتنا المسلحة تجمعا لارهابي جبهة النصرة في قرى كتف الرمان ومحمية الفرلق بريف المحافظة الشمالي ما ادى الى مقتل واصابة عدد من الارهابيين من جنسيات اجنبية من بينهم الارهابي عبدالقادر الشيشاني وماهر الشيخ علي وعبدالرحمن الحجي ودمرت قواتنا المسلحة مدفع هاو ورشاشا ثقيلا وعددا من تجمعات ارهابي جبهة النصرة في قريتي اربيعة والشروق معظمهم من جنسيات اجنبية ومن بين القتلى الارهابي الشيشاني عمر الداخل والسعودي عثمان الزميلي وعبدالرحيم البحريني واحمد العبدالله ومحمد عبدالرحمن وفي ريف دمشق اشتبكت وحدة من جيشنا الباسل مع ارهابيين كانوا متحصنين داخل مركز انطلاق البولمان في منطقة حرستة واوقعت بين صفوفهم خسائر كبيرة وقال مصدر مسؤول انه تم القضاء على جميع الارهابيين داخل المركز وتم احكام السيطرة الكاملة عليه